تعرفين ان الانتخابات في الخارج ابتدت من امبارح مستمرة معنا النهاردة وبكرة الاقبال الحمد لله واضح على صندوق الانتخابات موجودة برا الناس مهتمين جدا ان هم يروحوا يدلوا بأصواتهم خلي بالكم انا النهاردة مش بقول لكم تختاروا مين او تنتخبوا مين لكن مهم جدا ان احنا قدام العالم المتربص لنا في كل خطوة احنا بنعملها ان احنا نقدم صورة مشرفة لنا كمصريين مهم جدا ان اهلنا اللي بتفرجوا علينا برا انزلوا انتخبوا انا ما بقول لكوش تختاروا مين انا مش شغلتي ان اقول لكو تختاروا مين لكن انا شغلتي كمواطن مصري من هنا ان اطلب منكم انكو تنزلوا تشوفوا تروحوا اماكن انتخابات الناس تعرف ان المصريين مهتمين بالشأن الداخلي لنا علشان احنا محاصرين من الكثير من المكايد احنا محتاجين نسبة للعالم ان احنا كمان مهم جدا عندنا الداخل بتاع بلدنا ان احنا عندنا انتخابات ان احنا ملتزمين ان احنا نحضر لان في بعض المواقف كده لسه كنت قبل ما اخش على الهواء ست جميلة من البحرين بتطلب من الشعب المصري الاهتمام بالانتخابات لان هي بتقول مهمة او يتعرفوا قيمة بلدكو لان انتوا عايشين في جنة انا مش بقول كده عشان اقول واو احنا عايشين في جنة احنا بجد الحمد لله ان احنا لغاية دلوقتي احنا مستقرين اه في دائقة اقتصادية في العالم كله طبيعي جدا ان احنا نحسها لان واضح ان في دول كتير متكررة ان مصر لازم تبقى في المكان ده ولكن احنا بنحارب احنا بنعافر زي ما بنقول بس احنا مش هينفع نعافر من غير ما كلنا نبقى يد واحدة كلنا نبقى متحدين في المعافرة احنا مصريين محدش لا يقدر يهزمنا ولا حد يقدر يكسرنا ولا حد يقدر يركعنا افتكروا دايما تتالى الجمل دي عشان الجمل دي مهمة جدا جدا الفترة اللي جاية تماما فان شاء الله اليومين الجايين نهاردة وبكرة تبقى انتهت كل الانتخابات الخارجية ونبتدي من الاسبوع الجاي في الشأن الداخلي وانتخاباتنا اللي احنا مستنينا اشتركوا في القناة